السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إليكم أعزائي المتابعين أبسط وأسهل مشروع يمكنك القيام به في الأردوينو مشروعنا اليوم هو عبارة عن لمبة تستطيع التحكم فيها بالإغلاق والتشغيل هيا بنا لنعملها سويا مكونات المشروع أولا لوحة الأردوينو اثنين سلك الطابعة المعروف وهذا السلك من خلاله نستطيع برمجة الأردوينو لا تقلق فالبرمجة بسيطة جدا ولقد قمت بوضع كود البرمجة في وصف الفيديو فقط كل ما عليك هو نسخ الكود وإلصاقه ثالثا لمبة نلاحظ أحبابي في الله أنه يوجد سلك طويل وسلك قصير فالطويل يدل على أنه موجب والقصير يدل على أنه القطب السالب المكون الرابع وهو ليس بذلك الأهمية فهي بطارية مع توصيله نستطيع من خلالها تشغيل الأردوينو في أي مكان ملحوظة نستطيع تشغيل الأردوينو من سلك الطابعة طريقة المشروع أولا نقوم بوصل سلك الطابعة بالأردوينو ونقوم بوصلها بجهاز الكمبيوتر ولكن انتبه لا تضعها على معدن لحماية الأردوينو من التلف فقط قم بوضع قطعة من الورق أو أي شيء يعزل التماس الأقطاب أنا قمت بوضع قطعة من القماش وهي ما نسميها في بلدتنا بالخرز ثانيا نبرمج الأردوينو فقط كل ما عليك هو تحميل هذا الكود الموجود في وصف الفيديو ومن ثم نقوم بنسخ الكلام وإلصاقه بالبرنامج ونضغط على هذا الزر مبروك لقد قمت ببرمجة الأردوينو بكل سهولة ثالثا نقوم بوصل اللمبة بالأردوينو كما في هذا الشكل لقد قمت بوضع الصورة في الوصف تستطيع تحميلها الآن كما تشاهدون أقوم بوصل اللمبة بالأردوينو مبروك لقد صنعنا جهازنا الأول بكل سهولة نستطيع التحكم بتشغيل الإضاءة وإغلاقها من خلال التلاعب في نص البرمجة فمثلا سأضع هنا مئة والآخر مئة ثم نضغط على هذا الزر واو لقد تغير نمط التشغيل سأقوم الآن بجعل اللمبة تعمل طويلا ومن ثم تقوم بالتأشير من خلال التلاعب في نص البرمجة عجيب عجيب لقد تغير نمط التشغيل وهنا نصل إلى ختام حلقتنا ولا تنسى قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله الباقيات الصالحات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر